اشتركوا في القناة ايضا مرتفعات الهوغار والتاسيلي وعلى اقصى الجنوب دائما زواب عرمنية محلية تنشط على اقصى الجنوب خلال دايرا ان شاء الله يزول دباب وانتدر سماء صافية جورة بيعي يميز كل الولايات الشمالية ايضا منطقة صورة شمال صحراء الواحات الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي ايضا منطقة تامنرست باستثناء عبور السحب على منطقة جانات ايضا على اقصى الجنوب وعلى منطقة تندوف زواب عرمنية محلية تنشط على الجنوب الغربي كمنطقة تندوف ايضا على الصحراء الوسطى وعلى اقصى الجنوب وهذا راجع الى رياح قوية الى معتدلة محليا نجوز الدرجات الحرارة المنتظرة لصباح الغد بإذن الله ننتظر 12 درجات على الولايات الساحلية الوسطى وايضا الغربية 9 على عناب القالسكيدا ايضا على الولايات الداخلية الغربية 7 على الولايات الداخلية الشرقية تدرق 5 حتى 38 درجات على مدن الهضاء بالعليا 23 درجة حتى 22 على الخطل يربط طبين منطقة صورة شمال الصحراء والواحات 25 على أدرى العنسالة 25 ايضا بيتندوف 18 حتى 19 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي 24 على إليزي و 25 درجة على برج باج مختار عينقزام وعينزاوة خلال دايرا ان شاء الله ترتفع نوع المخ خاصة على الولايات الداخلية الغربية وننتظر 32 درجة في كل من غليزان شلفوا أيضا سيدي بالعباس 29 على وهران 27 على الجزاء العاصمة 25 على عناب القالسكيدا موم بيجيجي الوبجايس 26 على الولايات الداخلية كاقسنطينة البويرة وأيضا تيزي وزو 24 درجة حتى 25 على مدن الهداب العليا كتبستا عامل بيض الجلفة وأيضا تيارت 34 في كونمين بشار غردية حاسم سعود وورقلة 41 على إدارة العين صالح وأيضا رقال 38 بغارج بيلت وحاسمونير بمنطقة تندوف وأيضا ببني عباس 39 على عناميناس 34 بمنطقة تمنس 37 على جانت وكأهل من قياس 43 على برج باج مختار عينقزام تيزاواتين أيضا تيمياوين فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحر عموما جميل إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي رياح تاعد تكون شمالية سرعتها لن تتعدى 30 كم في ساعة وهذا على طول الشريط الساحلي دائما وصلنا إلى ختم هذا النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لتخص الجزاء العاصمة ودواحيها لغروب وشروق الشمس لغدا إن شاء الله الأربعاء سبعة مايه 2014 الشروق بحول الله يكون حوالي 5 و 8 و 40 دقيقة أما بالنسبة للغروب يكون حوالي 7 و 41 دقيقة أكثر معلومات أو أكثر تفاصيل دائما المواقع الإلكترونية في خدمتكم 24 ساعة على 24 ما بقى لنا نقول لكم سهرتكم طيبة وليلة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر